ايوه استروها استروها وخلوها لما تفضوها حية اعرفوا خليات اعرف السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بجميع الاخوة والاخوات المتابعين على القناة قناتكم فسحة في هذا الفيديو الجديد لما كانش بالمعول وما كانش بالوقت ديالي لكن عندما نتابع الاحداث وشاهدنا ما شاهدناه وما يقع داخل العالم أو في فلسطين المحتلة بالخصوص وهذا الاجتياح الذي قام به الابطال الاشاوس والذين قاموا بتحرير مناطق واسعة من اراضيهم والخارطة امامكم كتبين شنو هي المناطق التي تم الاستيلاء عليها واختراقها فالمنطقة الحمراء هي منطقة غزة والمنطقة الاخرى التي امامها هي المحيط او الغلاف ما يسمى بغلاف غزة وهي هذه المناطق التي تم اقتحامها هذا الفيديو القصير فقط من اجل التوضيح للمالك المتصهين ولاذنا به من هذا النظام الذين صارعوا مباشرة بالخروج ببيان يعني يستنكرون فيه وقالك استهداف المدنيين مثل المدنيين اولا وقبل كل شيء فاسرائيل لا يوجد فيها مدنيون كاين لوصل 18 عام لديه التجنيد الاجباري يعلموا كيفاش يقتل الفلسطينيين وكيفاش يسرق لهم الاراضي ديهم ثانيا عندما تكون حالات انسانية فيها نساء فيها اطفال فالمقاومة الفلسطينية لا تنتظر دروسا من مطبعين او من متصهينين يتظاهر محمد سيس بانه رئيس لجنة القدس يورهم ما يصلح لهم وما لا يصلح لهم لان صراخه لا نسمعه عندما يتم الاعتداء والارهاب يمارس على الفلسطينيين واحدة اخرى ايضا هي ان محمد السادس الذي صارع في الساعة الاولى وخرج بيان عبر وزارته الخارجية يستنكر فيه وانه رئيس الجنة القدس وكذا وكذا في الساعة الاولى فهل يعني المهم بالنسبة لمحمد السادس الذي عندما ضرب زلزال منطقة الحوز لم يخرج ولم يظهر الا بعد 24 ساعة الزلزال الذي قتل 3000 مغربي حسب ارقامهم اللي هي طبعا ارقام مزورة ولا يتوفر لدينا اي احصائيات حقيقية حول الارقام الحقيقية لهذا الزلزال مش كنتشوفوا ان الاهتمام هو مهتم بالمواطن الصهيوني اكثر من اهتمامه بالمواطن الاسرائيلي فهذا الفرحة التي افرحت العديد من الناس الاحرار سواء اثنين بزاك يقولوا انها قضية المسلمين هي فعلا قضية المسلمين لكن هي ليست قضية المسلمين لوحدهم لان كان بزاف ديال الاحرار عبر العالم يدعمون القضية الفلسطينية قضية مبدأ للعديد من الناس مسلمين وغير مسلمين الا الملك المتصين واذنابه ففي الوقت الذي تجد فيه ان جميع النبلاء والشرفاء والاحرار يعبرون عن سعادتهم وفرحتهم بان الفلسطينيين تمكنوا ولو يعني لوقت بسيط من استرجاع يعني جزء من الاراضي ديالهم ومن توجيه ضربة قاصمة لهذا الكيان الصهيوني تجد محمد السادس اول الخارجين واول المنددين عبر وزارته الخارجية ليستنكر على الجميع ان هذا واحد الامال للعنف وواحد الامال يلكدا وراح كاين المفاوضات وكاين ولابد وكذا وكذا باش تعرفوا الطبيعة ديال الانسان الذي يدافع عنه المغاربة وكيقولوا انه امير المؤمنين وانه رئيس لجنة القدس يعني من اول الخارجين ليسبح ضد الطيار ويقول ان يستنكر هاته الاعمال فنحن شاهدنا العديد من الفيديوهات لعدة اسيرات صهيونيات تم التعامل معهن بكل انسانية في الوقت ديال الذي تم اسرهن فيه بلا ما يحتاجوا ان شحد يوريهم شنه هي الانسانية فهم هاد الناس يعرفون من هو العدو ومن هو الانسان الذي يستحق الحماية حتى ان نشتنا العديد من الاسيرات داخل منازل المقاومة ومن بين الناس الذين تم اسرهم هو هذا الصيد التمين وهو الجنرال النمرود ابلو كما انه تم الاعلان على انه تم اسر العديد من كبار العسكريين والضباط في الجيش الصهيوني لكن هذا هو الوحيد الذي خرج بالصورة والاسم والعجيب يعني في الامر هو ان هذا الجيش الذي تم اختراقه بهذه الاساليب البسيطة والتي تعتمد فقط على الفتنة وديال الشجاعة ديال المقاومين الفلسطينيين هو الجيش الذي يذهب اليه الجيش الملكي ليقوم بتدريبه وهو الذي يورد له الاسلحة حاليا والطائرات والضرغنات فتخيلوا اني هاد الجيش ديال الفئران هو من يدرب الجيش المغربي وكيقوم معه بعدة مناورات في اطار ماذا فما الذي سيتعلمه منه وماذا ننتظر من هذا الجيش المغربي الذي تدرب على يد الجيش الصهيوني ناهيك على انه اني كتموت النخوة والعقيدة ديال اي عسكري كيرضى وكيسمح لنفسه وكيعطيه الدل والهوان اللي فيه انه يمشي يتدرب داخل هذا الكيان المحتل الصهيوني ويرجع عندنا حاملا يعني العبودية التي اصبحت تسري في دمائه فعندما كتمشينت للكيان الصهيوني وكتدربت ما غتقول لي اوامر عليا مشي اوامر عليا فقد بعت شرفك وبعت نفسك وبعت وطنك وبعت مبادئك مبادئك وما بقى منك يعني الا انك واحد الانسان دليل لا يشرف يعني المغاربة ان يدافع عنهم جيش تلقى تدريبه داخل هذا الكيان المحتل وحسب ما صرحت به العديد من القيادات الفلسطينية فهذا الامر ليس الا مجرد بداية لعدة حملات ومقاومة لانهم اذا استرجعوا هذه المنطقة فعليهم ان يقاوموا لابقائها تحت السيطرة الفلسطينية فاليوم نبغي نشوف شنه هي رضة الفعل دي لبعض الميكروبات التي كانت تصفق يعني للتطبيع فقط نكاية في الفلسطينيين ودعما للملك الدكتاتور فقط لان الملك الدكتاتور جاء بالتطبيع وبما انهم عبيد للدكتاتور بالرغم انهم سابقا كانوا مع الفلسطينيين فهم يقولون ان الملك اولى اختيارات الملك اولى فلا يهمهم لا مبادئ ولا قضية تاريخية ولا مواطن الفلسطينيين ولا اخوة ولا عروبة ولا اسلام ولا انسانيا ولا اي شيء فاين هم هؤلاء الراقصون على انغام التطبيع لنرى وجوههم الشاحبة ترجمة نانسي قنقر